بسم الله الرحمن الرحيم في لقابة تجدد مع اخواتنا المتابعين بندعو الله ان يكون محتوانا بخير وجيد وهادف ومضمونه يوصل لعقول الناس وينور بصيرها زي ما ربنا نور بصيرنا بنور الكرآن الكريم فردا على سؤال من احدى المتابعين اخويا بيسألني بيقول لي ايه رأيك في كلام المدعو فلاني الفلاني لان انا بنفسي ان انا ادخل او اغتب حد ومن الكلام هو بيردد زي غيره من اللي فاكرين نفسهم ان هما بيدفعوا عن الدين وعملين قسود المدافعين عن رسول الله والمدافعين عن سنة رسول الله وهم اول ناس بيؤذوا رسول الله بكلامهم والله مش بكلامنا ولا بنفترع عليهم اللي يطلع ويبجح ويقول ان الرسول تم سحره وان الرسول الشياطين كانت زاد تأثير عليه بنقول له بس يرجع للقرآن وده ربنا بيقول ان عبادي مش ان الرسل كمان يعني ان عبادي عبادي اللي هما بيعودوا ربنا بس اللي هما يعني حتى متمسكين بالصلاة والصوم بلك بقى بمقام الانبياء والرسل فان عبادي ليس لك عليهم سلطان فلو انت يعني انا بصدق ربنا دايما ما بصدقش الاشخاص لو شخص جي تكلم بكلام زي كلام ربنا او متسك مع كلام ربنا بشيله فوق دماغي انما ببقاش ربنا بيقول كلام وانت عايز تقنعني انك انت فاهم او او انت يعني ما شاء الله عليك ربنا ادك يعني من العلم ما لم يأتيك او ما لم يأتي به الاوائل والاسادزة الافاضل اللي طلعين يتكلموا حدساء الاسنان زي ما بيقولوا واللي هما عبارة عن ناقلين ناقلين لما درسوه يعني هما اصلا يعني ربنا ما نعمش عليهم حتى بصيرة في اللي هما آآ ناقلوه حتى يعني يفكروا شوية يقولوا ده بيتعرض مع القرآن ولا ما بتعرضش مع القرآن تبينقول آآ بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا اللغوة اعرضوا عنه وقالوا لنا اعملنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين واستاذ الفاضل اللي طالع بيدعي بيقول ان السنة اللي وصلها لك هو اللي وصل لك القرآن يا ابو جهل يا ابو جهل منك لي انت وغيرك من اللي بيردده الكلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان علينا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن وربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص بيقول ولقد وصلنا لهم القول وطالع بيبجح اللي ما عندوش ادب مع ربنا ولا عندو ادب مع رسول الله وبيقول هو انت عايز ربنا ينزل يكلمك ما هو ربنا بيكلمك في القرآن ما هو انت لما بتقرأ القرآن انت تكلم الله بكلامي بس خليني امشيني يعني امشي زي على عقلك واعتقد ان انا بسفه نفسي لو رديت او وصلت ان انا اه ابقى يعني انسان سطحي اخد بظاهر الكلام زي الاسادزة اللي طالعين عاملين نفسهم قسود وبيدفع عن الدين وهم اكتر ناس بتضر الدين ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون وقال الذين ايه لا يعلمون لو لا يكلمنا الله او تأتينا اية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشبهت قلوبهم عايزة فرحك وبسطك كده بالعجب اللي انت فيه وبالسماجة اللي انت بتطلع بيها تكلم بيها الناس وبالعلو اه والارتفاع اللي ما عارفش انت جايبه منين والازن انت خدته منين عشان تتكلم عن الدين وتدفع عن سيدنا النبي طب احنا مسلمين وزينا زيك واحسن منك ولا نزكي على الله انفسنا يعني لان احنا بنتكلم بالقرآن وبنترد بنطرد اي فكر ضال يمس سيدنا النبي انت بتقول ان النبي تصحر وان اللي نقل لنا القرآن هو اللي نقل لنا السنة يا ابو جهل منك ليه يا اللي بيتردده الكلام ده ويا يا ابو جهل منك ليه يا اللي انت ما فهمتش القرآن ولا ربنا اه اراد لك بصيرة اليهود والنصارى قالوا كده قابلك قالوا يا موسى ارنا الله اجهر احنا عايزين يشوف ربنا عيني عينك واليهود كان معهم التوراة بس سابوها وراحوا اه اشتغلوا بدماغهم زي ما انتوا بالزبط كده معاكم القرآن بس سبتوه وروحتوا اشتغلتوا بدماغتكو خلي دماغتكو تنفع خلي دماغتكو تنفعكو ربنا بيرد عليكم في صورة آآ البقرة وبيقول لكم انكم انتوا حالكم زي اللي فات نفس اللي هم عملوه انتوا بتعملوا زيه بالزبط بقى القلعن القلعن اللي هو ايه انت متمسك آآ بخرافات وخزعبلات يا اخي حتى انت ما ما ردتش الشبهة عن النبي يعني انت ما طلعتش يذكر منك ليه وقلت ان النبي ما ينفعش يتقال عليه كده اطلع وقول ان الحديث ده باطل انما ما ينفعش ليه لانك لو انت قلت الحديث ده باطل يبقى راوي الحديث كل احاديثه بطلة هتخلي الناس بقى تفكر الله ده احنا هنهد الحديث ده ونهد الحديث ده يبقى السنة راحد والكلام اللي هما بيخوفوا بيه الناس يبقى القرآن هينكروا القرآن وما فيش اسلام هو انت اللي هتخلي الناس مسلمين اما الرب العباد فين هو انت اللي بتخترع عباد الله عشان يكونوا مسلمين ربنا عارف ومطلع وعارف مين ماشي صح ومين ماشي غلط عموما يعني فتوصيل القول يا ابو جهل يا ابو جهل تاني توصيل القول وتوصيل القرآن وان القرآن يجي لي مهاش على السند اللي انت بتدعيه ليه لانك لو انت بتبحث شوية وكلفت خطرك شوية هتعرف ان القرآن مزي ما قالولنا واحنا متربينه صغيرين كده ان القرآن جمع بعد وفاة النبي لان ده منطقا منطقيا اولا ما ينفعش نمر واحد نمر اتنين النسخة الاصلية اللي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام موجودة وموجودة في مطحب بريطانيا وموجودة في مخطوطات صنعاء وموجودة في مطحب آآ برلين بس انت آآ تتدعي العلم وانت عندك نقيصة كبيرة جدا مخلية عنيك متأمهاش شايفة الحق وعشان كده ربنا بيضلك كل شوية وشوية ويوقعك في شغر اعمالك ويخليك تروح آآ بتعمال بقى تتكلم في الافلام والمسلسلات والاغاني لانك ما انتش لقي شغلانة عايز اقول لك يا مدعي العلم ويا مدعي آآ نصرة رسول الله لو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اراد له الظهور دلوقتي واحياه الله هل هيكلم الناس بالقرآن ولا هيكلمهم بحاجة تانية انا بس بسألك سؤال لو انت لو انت تقدر ترد او غيرك يقدر يرد لو الرسول صلى الله عليه وسلم احياه الله بالوقتي هل هيكلم الناس بالقرآن ولا هيكلم الناس آآ بالخزعبلات والمورسات اللي موجودة طيب انا موافق على الحاجات اللي بتفسر او بتوضح مع ان القرآن واضح بس انا هجريك وهجاري اي حد بيتكلم في الكلام ده الاحاديث اللي موجودة ما هو طبيعي ان النبي هيتكلم مع الناس بالقرآن وهيوضح لهم الاية دي وتفصيلاتها انا معك والله ومسدق الكلام ده طيب الشبهات اللي موجودة اللي هي ماشية دلوقتي في بتنخر في جسد الامة الاسلامية ما كلفتوش نفسك وقلته ان الرسول ما ينفعش يقول كده او ان الرسول ما ينفعش نتكلم عليه كده انت والشيوخ الفتنة والضلال واحد يطلع يقول الاية بتاعت الرجم القرآن ناقص اية انت نفسك يا مضل يا ضال انت نفسك طلعت وقددت نفسك في الفين وستاشر وقلت اصلا اكلتها الداجنة والحديث والمعزة هي اللي قالت الاية وبعدين جاي بعديها باربع سنين اليوتيوب ما بيجدبش اليوتيوب اللي مديك الدرق اللي انت بتاكل من وراء عيش اللي انت بتاكل من وراء اليوتيوب عيش آآ مسجلك الفيديو طلعت وقلت الحديث ضعيف يعني انت في لقاء مع واقل ابراشي قلت ان الحديث صحيح وان لقاها اكلتها المعزة وبعد اربع سنين جيت قلت ان الحديث اصلا مصحيح عشان تعرف انك كذاب ومدلس انت بتقول على الشبهات بتاعة ارضاع الكبير والكلام ده انا مش هتخل معاك في شبهات ردوا على الرسول وقولوا الشبهات دي ما ينفعش اصلا تتقال على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قولوا للشبهات دي ما ينفعش تتقال ولا حالة خاصة ولا حالة عامة ولا انها اصلا تتحط في كباية ولا اللبن مش عارف ايه كلام فارغ وغيرك غيرك من شيخ الفتنة والضلال اللي فاكرين نفسهم بيدافوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وطالع يقول لك اصلا الصحابة كانوا بيتبركوا بالوضوء وكانوا بيتسقوا على النخامة. النخامة يا لما اخزها يا اخواننا يعني اتفافة. اتفافة. ولا الان في الجزء القذر اللي الواحد بينزله من آآ من وساخاته. الصحابة كانوا بيتبركوا بالكلام ده. سبتوا ايه? سبتوا ايه? لعديم العقل اللي انتم تطلعوا وتتريعوا عليهم اصلا. اللي هم ما بيعبدوش ربنا وبيعبدوا بقرة ولا بيعبدوا استغفر الله العظيم من كل زنبين عظيم. عموما انا لما طلعت ارد آآ على المدعي والمتفزلك اللي فاكر نفسه اسد وهمسمي نفسه اهل الزكر هو نفسه والله بيعرف يعني اهل الزكر. اهل الزكر يا جماعة الخير هم الانبياء. اهل الزكر اهل الزكر. انا لما اقول فلان ده اهل اهل. انت اهل لذلك. انت اهل لذلك يعني ايه? يعني انت اللي هنرجع لك في اي شيء يخص الوضوع ده. طب انت بتقول نفسه اهل الزكر. ما عرفش انت جبت منين. تعني حتى يعني اه هيقتك اللي انت بتنتمي اليها تبرقت منك على الهوى. تبرقوا منك على الهوى. قالوا انك انت راجل ما تشغيل وراجل بتدعو للفتنة. وبتدعو للتنحر ما بين اه طواقف المجتمع. وبتكدر السلم والامن المجتمعي. انا ما عرفش انت بتتكلم باني صفة. ومين ادك الازن انك تتكلم بالاسلام. ازا كنت انت بتقول على نفسك مسلم احنا نفسنا برضو المسلمين. وبنشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبندفع عن دين ربنا وبننصر رسولنا بس بالقرآن. مش بننصره بقى بالحزع بلد. وان احنا نرهب الناس. ده احنا بنجيب الايات. توصيل القرآن وظيفة. وظيفة. ربنا سبحانه وتعالى كلف لها ناس. وربنا اللي حافظ القرآن. وربنا هو اللي هيوصل القرآن. وربنا هو اللي هيجمع القرآن. والرسول مبلغ للقرآن. وما علينا الا البلغ المبين. اللي مش عاجبه الكلام ده يشرب من البحر. اللي مش عاجبه كلام ربنا يشرب من البحر. احنا هندفع عن ربنا هنطبطة عن الناس. احنا مش هنطبطة على حد. بس هي القصة كلها ان انا بقول لك الايات بينات. الايات بينات. ولما تيجي بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. وتيجي تسأل بقى المفتي ده ولا الشيخ اللي عاملك نفسه شيخ. وتيجي تقول له ما تيجي تدافع عنه مش كنا بنسمعك. وكنا بنسقف لك. وكنا بنهيص لك. وكنا بنقول هو ده الشيخ فلان اسد السنة. هو ده المدافع عن الدين. هيتبرق منك. استبرق الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وده حجة ومنطقية لان ميزان ربنا عادل. وان كل واحد هيتحسب لوحده. فاي حد بيقول لك الكلام سواء انا او غيري. اي حد بيقول لك كلام عن الدين. وبيكلمك بكلام ربنا اعرض الكلام ده على بيزان عقلك. وروح راجع وراه. وبص. وتيقن. واستبين. وشوف الكلام ده كلام مصبوط ولا لا. اللي فكر ان اللي وصلونا القرآن شوية الناس سند بوسند. ده يبقى انسان مختال. ليه? لان لما لو لو انا صدقتك. لو انا صدقتك. طب النسخة اللي موجودة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه? مهي موجود? يبقى ده بيكذب ان الرسول اه تم جامع القرآن بعد بعد وفاته. وده طبيعه منطقي. ما هو مستحيل النبي يموت من غير ما يسيب الكتاب مككمل وكامل ومقفول ضرفتين وكده ويوصله للناس. ادي واحدة. نمر اتنين. ازا كان البخاري ولا غيره ولا غيره. جامع ستمائة الف حديث. طيب انا عايز البخاري بتاع سيدنا عيسى بعد اذنكم. لان سيدنا عيسى اكيد نبي. وزي ما هو رسول اه زي سيدنا محمد. فاكيد كان له حديث برضو ما كان بيكلم الناس. ولا كان الموضوع صم. ولا كان الموضوع خدوا الانجيل وتكلوا على الله. اكيد كان بيكلم الناس. فبما ان في بخاري لسيدنا محمد. ومسلم والنسائي وكلهم مش عرب. انا موافق. هتقولنا بقى البخاري يا ريتون انا بحد بس من الناس اللي هم بتهتم بالسند والكلام الحلو الجميل ده اللي بيخطوا بيه الناس. انا عايز بقى البخاري بتاع سيدنا عيسى. والبخاري بتاع سيدنا موسى. ويس? انا اكتفي بكده. مش هقول لكم البخاري بتاع سيدنا ابراهيم. انا مش اتكلم مش هنوصل لسيدنا ابراهيم. لأ انا عايز البخاري بتاع ايه سيدنا موسى وسيدنا عيسى. عشان انا عايز اجمع التعليمات اللي ربنا نزلها كلها. انا راجل مهتم بالدين. وعايز اوصل لكل المعلومات دي. فياريت اللي عنده اجابة يبقى يبعتها لنا في التعليقات. فربنا لحافظ القرآن وربنا هو اللي وصل لك القرآن وحطه عندك في بيتك. هو ربنا تكفل بالموضوع ده. جي ازاي? مجاش ازاي? وصل فين? ما وصلتش فين? هل هو ناس اللي نقلت القرآن? لا يا حبيبي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. يبقى خلاص الامر بيد ربنا سبحانه وتعالى. ايه الكيفية دي? انا لا اتدخل فيها. انا لا اتدخل فيها. اه هنقول ايه تاني? اه عايزين نتكلم في ايه تاني? اه. واذا يطلى عليهم قالوا امنا به انه الحق. واذا يطلى عليهم. واذا يطلى عليهم. فعل مبني. اه زي معلمونا كده في النحو بيقولك فعل مبني المجهول. سوى مش مبني المجهول ولا حاجة. ربنا اللي قال ان علينا جمعه وقرآنه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق. الجهلة والجهال وقليل الادب. واللي ما عندهمش ادب مع ربنا. واللي ما عندهمش خشية من ربنا سبحانه وتعالى. اه يعني قبل ما يتكلموا على ربنا يعني يختشوا على دمهم شوية. يختشوا على دمهم شوية. وما يقولش بجاحة كده هو ربنا هيجي يكلمك. هو ربنا انت مستنى ربنا هيجي يكلمك بالايات وما انت عرفتها ازاي. عرفتها ازاي? ياه. زي ما انت عرفتها. زي ما انت كده اتزلط من بطن الست الوالدة وطلعت لقيت مصحف قدامك وقالوا لك انت مسلم. انا عايز اسألك سؤال. عايز اسألك سؤال يا مدعي الايمان يا متفازلك. لو قدرك انك تتولد لاب وام مسيحية او اب وام يهودي. وكان عندك زلط كده ولقيت عندك انجيل ولقيت عندك او لقيت عندك طوراة. كنت هتدفع عن عن الاسلام برضو ولا كان ربنا برضو هيعمي بصرتك وتفضل تجادل في الباطل. يا اهل الخير قرآن ربنا هو النجاة. وقرآن ربنا ربنا اللي حافظه. وقرآن ربنا هو اللي اراد انه يبقى موجود في وجود الانجيل ووجود التوراة. واللي عايز يسترشد بالخير لله نصيحة لله. لان احنا مقبلين على ايام والله صعب. والله صعب. بما نراه في كتاب الله الايام اللي جاية ايام صعبة. وايام فتنة. وشيوخ الفتنة كتير. ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. اللي هتفتكره موسى هيكون فرعون. واللي هتفتكره فرعون هيكون موسى. وهي دي السنوات الخدعات. ليه سنوات خدعات? لان الناس بتاخد بظاهر الشكل. الناس بقى ايه يهمها البهرجة. وزي صحرة موسى كده واسترهابوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعود يكلم لك ويعمل لك حوار وينسج وقال وفلان وقال البتنجان وقال الشيخ علاني وقال الولي الفلاني. الاول لازم يدخل عليك الدخلة دي. طب والمضمون المضمون. انت تقبل ما هو مكتوب ومدون في كتب التراث? طيب. جاوب على السؤال ده. لما هو كتب التراث مستمدة من مصدر واحد. اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مصدر واحد. مصدر تشريع لواء الكرآن الكريم. ليه المسلمين متفرقين دلوقتي? ابعد قوله اجماع. اجماع يعني المليار وستمائة مليون بني ادم. يوافقوا ويكتبوا كده. احنا موفقين على الكلام ده. انما هم قالوا لك ايه? قالك هذا علم يختص به اهل العلم. ليس للعوام. يا. اتعلمون الله بدينكم. هو انتو اللي هتعلموا ربنا الدين يا جهلة. هو انتو اللي هتعلموا ربنا ازاي يكلم عباده? هو انتو اللي هتعلموا ربنا ازاي يسر الكرآن لي والغيري والكل الناس اللي بتتدبر كتابها. وبتتحسس النور عشان توصل لربنا وتقول له انا حاولت. وانا سعيت. والله والله والله. ما اراه في كتاب الله ينطبق عليكم تفصيلا. وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله او تأتينا آية. وفي صورة المدسر كلا. بل لا يخافون الاخرة. انتو مش عاملين حساب الوقفة انكو تقولوا يوم القيامة يا رسول الله احنا صدقنا عليك الكلام ده. يا رسول الله احنا صدقنا على ستين عيش الكلام اللي مكتوب اللي نقال له فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هل في حد فيكو قرأ كتب الترس? اديكو حتة صغيرة من ضمن الشبهات. مش حد اتكلم فيها. بس اخواتنا في الشيعة مسكين الاخواتنا بتوعى للسنة غسلينهم على الموضوع ده. حاجة صغيرة كده. انا ما بنبش في حاجة. بس عشان الناس اللي عمالت دفع عن حاجة. ما قرأتهاش. وتقول لك سنة الرسول. اه ماشي سنة الرسول لازم تكون مطابقة للقرآن. واي حاجة الرسول هيقولها لازم تكون مطابقة للقرآن. واي حد يقول غير كده يشرب من البحر. ليه يشرب من البحر? لان الرسول جاي يبلغ عن ربنا القرآن. الرسول ما بيشرعش يا اخوانا. ربنا هو اللي بيبين وبيفصل الايات. والرسول هو مبلغ بكلام ربنا. ما علينا الا البلاغ المبين. لست عليهم بمسيطر. انت عايز تصدق غير كده برحتك. بس ما تجيش عند ربنا. يوم الايامة. والرسول يقول لك اعمل حساب الوقفة دي? رسول يقول لك انت قلت علي كده ازاي? هتقول له اصلي فلان قال لي? وانت كان فين عقلك? انت كان فين شوية المخ اللي بقين هنا? طيب. هل في حد يقبل على ستين عيشة? ان هي يجي حد يسألها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول لها غسل الجنابة كان ازاي? فالستين عيشة تشد دستارة. وتجيب لهم مية. وتستحمى قدامهم? الكلام ده موجود والله في كتب التراث. والله موجود في كتب الاحاديث. هو احاديث صحيح. بس انا بديكم امثلة بسيطة. هال ارضاع الكبير والشبهات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. اللي قدت للتفرقة. ما بين كل المسلمين والناس بتتخنق. والناس يا جماعة شباب 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 المسلمين والله خلاص ما عادش حد هيكذب على حد. النت مش ما عادش يسايب حاجة. كل الفيديوهات بتاعت كل الناس موجودة. والشيخ فلان وعكسه. هنا يقول كلام بعد سنة يقول كلام. والشيخ فلان بيعكس الكلام. بيعكس كلام الشيخ فلان. وكلهم بينطحوا في بعض. طب لما انت مدعي علمه بتقول فاسأله على الزكر. جيت انتقد استاذك شيخ احمد كريمة. جيت انتقده. الشيخ احمد كريمة اتفق معاه واختلف معاه لانه بشر زي زيه. على حسب فهمه. وعلى حسن ما ربنا هيسر له من علم. طالها هيقول لو حد قال على الرسول سحر يبقى بيهدم الاسلام. تخيل ان احمد كريمة بيطالع بيدافع عن النبي. وانت بكل صفاقة. وإيه اللي تأدب مع النبي? طالها تقول اه النبي سحر. اه النبي الشيطان اثر عليه. ياه. ياه. للدرجات انت مختل. للدرجات انت مختل الفكر والادرك. يعني انت النبي بتاعك. اللي انت طالع تدافع عنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللي انت بتدعي نصرته. واحد بيقول لك يا مغفل. النبي كان يأتي الشيء ولا يأتيه. وكان بيخيل الي انه بيجمع زوجاته ما بيجمعهمش. لمدة ست شهور. او لسانية. هل انا اسدق الكلام ده اصلا? ده ده معناه ايه? معناه ان الوحي نفسه بيشكك فيه. فايير طلع بقى المفصلاتي المفازلكاتي يقول لك لا 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 هو كان على جوارح الظاهرية بس. يا جوارح الظاهرية اللي هي اللي هي لسان? طيب ما هو اللي سان ده هو اللي بيقول القرآن. اللي هو ايه النظر? اللي هو السمع. السمع الوحي. يعني معنا كده ممكن الشيطان يوحيله بقى حاجة تانية. يا مختل الفكر والادراك منك ليه. بدل ما تطلع تقول هذا لا يليك. برسول الله. تطلع تثبت الكدب على رسول الله. جهز نفسك. لوقفة. قدام ربنا. والرسول موجود. والرسول يسألك يقول لك. انت ازاي جالك قلب? او اي دليل وصل لك. عشان تقول عليه الكلام ده. فتقول له ده انا لقيتها في الكتاب الفلاني عن فلان عن فلان عن فلان. يقول لك يا. وانت ما كانتش معاك قرآن. ما كانتش معاك قرآن بيقول عكس الكلام ده. طيب يا سيدي احنا ما قلناش الكلام ده. خد جزاء. ليه? لان ربنا سبحانه وتعالى بيه. يا جماعة ربنا والله ما سيف فتفوتها ليه? لأ اصحاب الضلال دول. قالوا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا. فاضلونا السبيلة. اوعوا تتخذوا اسياد وكبراء من دون الله. ليه? لانهم هيضلوكم. ليه? بكلام ربنا. استبراء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب. انت بتقول اه اهل العلم. انت مجرد ناقل انت لست اهلا للعلم. لان اهل العلم معناه انه تعلم وبيطور في علمه. انت مجرد ناقل لكتاب او كتابين او تلاتة او مية. قارتهم. فانت ممتاش اهل العلم? انت مجرد حافظ. حافظت شوية كلام. جدرت التهم من غير حتى ما تعديهم على عقلك. طيب استاذك اللي عمره قد عمرك مرتين. واللي اكبر منك بيوم بيعرف اكتر منك بسنة. تخيل بقى ان ده قد عمرك مرتين. واستاذك. واستاذ فقهة مقارن. واستاذ اصول فقه. واستاذ عقيدة. واستاذ في جامعة الازهر. طالع يقول ان الكلام ده لا يا صح. ان احنا نلصكه بسيدنا النبي. وانت طالع بكل صفاقة وبكل قلة ادم. تقول لا الكلام ده مزبوط. طب انا اصدق مين فيكم? ازا كنت انتم اللي اتنين بتنتموا النفس المؤسسة. وازا كان هو استاذك. شف اسأله اهل الزكر? انا سألت يا عم اهل الزكر. اهل الزكر اللي هو الشيخ احمد كريمة. قال لا الكلام ده باطل. مينفعش. ولا انت هتاخده على مزاجك. تاخد من الدين اللي على مزاجك. وما تاخدش من الدين اللي على مزاجك. تاخد من الدين اللي يمشي معاك ويكسب ويعمل رواج للفيديو على اليوتيوب. خليك براحتك. بس فويل للذين هيكتبون الكتابة بايديه. سم هيقولون هزا من عند الله. ليشتروا به سمنا قليل. وان فريقا منهم ليلونا السنتهم بالكتاب. لوي وعنق الايات. وهات من هنا وهات من هنا وما قتاكم الرسول فخزوها ما ناقق وحات واربك الناس. ما هي الناس مش عارفة. الناس لا قرأت القرآن ولا عارفة السياق الاية دي بيتكلم في ايه. ولا عارفة اه اولها من اخرها. فارهب الناس براحتك واكسب اه على قافة الناس عيش. بس تأكد تماما ان ربنا مش هيسيبك. دنيا واخرة. عايز اقول لك والناس اللي بتدفع عن التراث. انا عايز ردكوا لو انتم دكرة. لو رجالة. وبتدفع عن الدين. انا يا عمش اقول لك انا ممكن للسنة. محمد بن سلمان يا جماعة عايز اديكم خبر. محمد بن سلمان. وليه العهد السعودي. والسعودية. اللي فيها الكعبة اللي انتم بتروحوا تحجوا كل كل سنة كده تبع شركات السياحة ببلاش. وتدعوا وتعملوا وتاخدوا اللقطة الحلوة وتلبسوا الجلابيات الدفة الجميلة الزبدة الحلوة دي. هيعمل ايه? هيلغي احاديس التراث. اوبا. ده السعودية بقت منكرة للسنة. اوبا. ده احنا بدأنا في الغمية. اتذكر فيكم يطلع يقول السعودية منكرة للسنة. اتذكر فيكم يطلع يقول ده هياخدوا كتب التراث يرموها في الزبالة. اتذكر فيكم يطلع يقول ده هينكروا السنة ويبقى شوية شوية هينكروا القرآن. انما انتم عشان اكلين سحت وابتكلوا بدين الله ما الباطل وما الحرام. ولا يهمك والله الدفاع عن رسول الله. والله. لو رسول الله احياه الله الان. وقال لكم ما قلت هذه الخرافات ولا هذه الخزعبلات والله ما تصدقوا. ليه? ليه? لانكم اصلا منحرفين عن الحق. وليه برضو تاني? لانكم اصلا اهل ضلال. وليه تالد? لان ربنا طبع على قلوبكو وعلى بصرتكو. البصيرة ان ازاي انا اقبل الكلام ده على سيدي? ازاي اقبل الكلام ده على رسولي اصلا? ازاي رسول يعمل الحاجات الخيبة دي? ازاي الرسول ما بيقوليش اشتغل لقدامه وتدرس القرآن وبص للقرآن? ازاي الرسول يقول تتفرق امتي على بدع وسبعين فرقة? كلهم في النار. الكلمة دي ما هزدكوش. الكلمة دي ما تخلكوش تبصوا كده وتقولوا هو الرسول كان يقصد ايه? هو مين اللي رايح الجانة ومين اللي رايح النار? مش جايز احنا في النار يا جماعة? مش جايز الكل ده في النار اللي متفرقين طواقف? والناس الشباب الصغير اللي بيسمع كلامكو وبعد شوية بيلحد بسببكو? والله والله كله هيتحاسب عند ربنا. فاللي يطلع كلمة يا اخوانا يطلحها وهو يعني في قلبه خشية لله ويطلع الكلمة كده وهو بيتحسس انه يقول يا نهارا بيض انا ممكن اقول الرسول اه الرسول قال كده ويطلع كده يا نهارا بيض انا هضل كام واحد بالكلام ده. فاي حد اي حد بيقبل الشبهات على رسول الله عيب عليك والله. والله انت بتنتقص من قدر رسول الله وبتنتقص من قدرك وبتنتقص من قدر الاسلام. ما تقولش ولا تردد اي كلام انت مش مقتنع به او البعض او الكل اللي بيسمعك يتقفف منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هيجي تكلم الكلام ده ده تهمونه سحر تهمونه سحر ليه? لانه بيسحر سحر بيان. حجته وكلامه وجادلهم بالتي هي احسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع التراث غير الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع القرآن. وربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن ونزل الاوامر للرسول ويسألونك قل ويسألونك قل ويسألونك قل ادي البلاغ المبين. وقل يعني بين لهم بالحجة ادي سحر البيان. عشان كده اتهمونه سحر لانه يقدر يأثر في الحواليه. بالحجة وبالمنطق. بالحجة وبالمنطق. مش بالخزعبلات وبداية التكفير. الله ده انت ممكن للسنة. الله ده انت كافر. ايه ده? الرسول كان هيعمل كده? الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في بسطينة دلوقتي. كان هيتصرف زيكو. يا مدعين الايمان. يا مدعين الفضيلة. يا مدعين الرجد. لو انتوا دكرة طلعوا ردوا على السعودية اللي هتنكر الاحاديث وهتاخد تقريبا مئة حديث ولا خمسين حديث بس هم اللي هيبقوا ايه آآ يكملوا بيهم. فلو انتوا دكرة وانتوا بتدفع عن الدين اطلعوا انطحوا فيهم بقى وطلعوا قولوا لعلماء السعودية والمفتيين السعودية ولي عهد السعودية آآ ازاي تنكروا رسول نت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكلموا الامام احمد آآ الامام ابو حنيفة ما هو برضو قال آآ قال ما انا لا لا اتفق ولا يليك. ان انا قابل على رسول الله غير سبعتاشر حديث بس. مش معنى دي ما وقفتوش عن ده. سبعتاشر حديث من جملة الاحاديث دي كلها. يا. ما فيش حد فيكو فكر ان الرسول بعد ما مات الشيطان هيبوز الدين الاسلام ازاي? ويعمل دين موازي ازاي زي ما عملوا مع النصارى واليهود? سبهم خلاهم سبوا التوراة وراحوا مسكوا في التلمود والمشناه ومش عارف ايه? خلى الانجيل الانجيل الحقيقي اللي موجود في الفاتيكان. اللي مش رادين يفرجوا عنه. ومحرم تدوله. وخلى فيه انا جيل تانية وخلى الناس يبقى برضو طواقف. ما مش حد فكر. مش حد فكر ليه المسلمين متفرقين زيهم زي النصارى زي اليهود. فيش حد فكر كده ان فيش طان او دجال او حد قاعد بحرفية شديدة. قاعد عشان يضل الناس واعد يضحك على الكل. ما فيش حد فكر في الليلة دي. طيب. خليكم في ضلالكم. واحنا خلينا في دفعنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. وخلينا في دفعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ما نرداش عن ليه? الاساءة. ولا قلة الادب. ولما نيجي نتكلم عنه. نتكلم بادب وبخشية. ان احنا نكذب. ولو حارف عن رسول الله. اشوفكم بخير. وربنا يا رب يجمعنا برسولنا في في الاخرة. ونقول له احنا مرضناش الكذب عليك يا رسول الله. وما افترناش عليك كذب. ولا صدقنا عليك كذب. وهندفع عنك لاخر آآ نقطة في دمنا في في الارض. ويا رب ان شاء الله يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى. نكون جادرين ان احنا نكون من امة سيدنا محمد. ونكون جادرين يا رب بالوقوف امامك آآ مكرمين عقلنا ومحترمين عقلنا اللي انت ما يستنى به عن الانعام. اشوفكم بخير في لقاء اخر وارجو انها مكنش طولت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.